وزيادة اللطف ضعف وأكثر معاناة الناس من الناس أقصد أنك لو تروح تبحث في السوشيال ميديا أو في الإنترنت تجد أنه دائما الذي يشتكي هناك طرف آخر هو إنسان من وظيفته إنسان من سيارته تلقى أشياء بسيطة لكن معظم معاناة الناس من الناس هذا اللي خلاني أقول تعال كيف أوقف نزيفي أولا أنا أصلا كتاب ألفتها من أجلي وكان تحصيل لي أنا ثم تحوي إلى تصنيف بالإضافة إلى أني بعدين لا اكتشفت أنه إذا الإنسان الذات عبارة عن بضاعة في سوق اجتماعي كيف تستطيع أنك تسوقها من الناس بضاعة جيدة وممتازة لا يستطيع أن يسوقها بشكل جيد من الناس العكس بضاعة رديئة وحاشاكم لكنه قادر على تسويقها بشكل جيد لذلك نلخدع في كثير من الأحيان بالانطباعات الأولية انطباعات التوظيف انطباعات العلاقات انطباعات المناسبات المفتوحة يعجبني هذا ويعجبني هذا وهذا أكش منه وهذا شكله مو مريح وهذا وهذا هو كيف تقدم نفسك الآخرين الانسان اللي يرى انبضاعة غير جيدة لن يسوق لها بشكل جيد وانسوق لن يكون مؤمن بها ولن يلاحقك لتشتريها لأنه غير مؤمن فيها أصلا كذلك الذات إذا أنت مش واثق من ذاتك لا تقدرها لا تتقبل بثورك ولا صلعتك ولا طولك ولا قبيلتك ولا لونك ولا ولا فإن أي نظرة ازدراء قادرة أنها تكسرك ولذلك ينزوي الإنسان في بعض المناطق التي أو بعض اللقاءات الاجتماعية التي يظن أنه غير مرحب فيه من هنا جت فكرة أن لا خلني الذات كيف أقويها فإذا قويت الذات بدأت أصلحها لأصلح بذلك العلاقات قبل أنواع لو نقول أركان لأنني ذكرت أركان إذا أذن لي الأركان أربعة أذنك أركان أربعة أو شيء العلاقة مع الله سبحانه وتعالى الله يقول سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلوا لهم الرحمن وودة في ناس لا نفعك ولا سوالك شيء ولا أعطاك شيء لكنك تحبه شوفه ترتاح له تقبل عليه تثق فيه بدون أي سابق تجربة هذا شيء من الله سبحانه وتعالى فالعلاقة مع الله العلاقة مع الخالق تؤثر في العلاقة مع المخلوقين فهذا ركن كبير جدا ومشحون مشحونة النصوص الشرعية في قضية تمتين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى وحسن التعامل مع الله حسن الخلق مع الله هو قائم على ثلاث أشياء قائم على تصديق أخباره والرضى بأقداره واتباع أوامره الذي يتبع أوامر الله سبحانه وتعالى يصدق أخباره ويرضى بأقداره هذا هو الذي يحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ثم الركن الثاني العلاقة مع الذات والعلاقة مع الذات فيها مجموعة أشياء تقدير الذاتي طيب تسمح لشراء قبل المدخل الذات ودي أعرف وش أهمية العلاقة مع الله للإنسان طيب يعني كيف تنعكس على الواحد على الإنسان يعني العلاقة الروحية خلنا نعكسها ماذا لو لم يوجد إله كما هي في العلاقات المعاصرة الآن إذا حاب نتحدث عنها مثلا إذا غاب الإله غاب الرقيب غاب الشاهد غاب مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وبالتالي كل تعامل معك سيختلف بوجود الرقيب الثقافة أصلا إحنا لما خلقنا الله عز وجل أشهدنا لست بربكم كلنا قلنا نعم بلى طيب عرض الأمانة فإحنا مستأمنين تخيل واحد مستأمنك على جسدك وحياتك ووقتك ومالك هو أمانة الآن ورقيب عليك كيف ستتعامل مع هذه الأمانة تتعامل معها بكل 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 ما يريده صاحب هذه الأمانة الذي استأمنك إذن واحد وجود الله سبحانه وتعالى استشعار وجود الرقيب يجعلني أتعامل معك يجعلني أسامحك الله يقول شوف شوف ماذا تقول عائشة رضي الله عنها تقول لله در التقوى أني أنا أتق الله بالله در التقوى ما جعل لشفاء الغليل من سبيل أغضبتها جارية عندها ما بربتها قالت أنا يوم يقوم الناس لرب العالمين أنا بسكت إذن هناك هناك جزاء العلاقة مع الذات ومع الآخرين في وجود مثلا التظلم أنت ظلمتني كيف أقتص منك هناك هناك فأصبر وتحمل وأكظم الغير وأتسامح وأتركها أتركها هنا لكن إنسان يرى أن الحياة هي فرصة واحدة كيف سيتعامل مع هذا الظلم في التطلعات إنسان يرى الحسد شديد جدا عندما تظن أن الحياة فرصة وأن الحياة ليست مناوبة وإنما مناهبة قد ما أقدر أخذ من هذه الكعكة وأمشي لكن لما تكون تطلع إن شاء الله في الجنة شوف بعض الناس يقول لا إن شاء الله هذه إن شاء الله في الجنة طيب حلو ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا ماذا قال قال لبيك يقول لله إن العيش عيش الآخرة هذه الدنيا هذه قشور وكذا هذا يخلي إنسان يهدى طيب لما يأتي القرآن يقول وإن الساعة لآتية طيب خاص نصلي لا نصوم لا أجلس في محراب العبادة لا فاصفح الصفحة الجميل آه سامح لقدامك لذلك دائما المثل يقول العفو عند المقدرة لا تجد أن كثير من الناس يرى أن العفو عند المقبرة لما يتذكر الموت لما تجي تسكب عبراتك على إنسان راحل كان بينك وبين الشيء الموت يوقض هذا الشيء في داخلك لك تتذكر الموت تتذكر تحسن الدنيا ما تسوى وأن هذه الحياة أصلا كلها الحياة المعاصرة الفرق بيني وبين غير المسلم أو الإنسان المتلوث بالنموذج الغربي حياة شاسعة جدا حياة الغرب أو الغربي حياة الغربي مثل قبره وزخرفة لكنها ضيقة موحشة من الداخل هو حياتك كذا وأشياء حلوة ومتاع وفلة لكنه ضيق صدره ضيق صدره مرة مرة طيب حياة المؤمن لا مختلفة تماما وإن ضاقت وإن ضاقت فإنه مهما ضاقت يجد في سجدة الساعة يلقى كل شيء ويرتاح وفيه يوم آخر وفيه جزاء وفيه قدر وفيه حكمة وفيه خيرة وفيه بركة وفيه مفاهيم كثيرة هي تحتضنه ولا يحتضنها هذه من الفروقات من الفروقات الكبيرة إذا استشعرنا وجود الله سبحانه وتعالى أن التعامل مع الآخرين يتحول إلى علاقة إرضاء لله سبحانه وتعالى وأنه لا يصغر ولا يكبر هذا التعامل عندما يقيمه الله سبحانه وتعالى كيف؟ أشيلنا غصن من طريق المسلمين فيدخل لله الجنة يرضى ويدخل يا الله الجنة طارت من أجلها الأرقاب وغبرت العقاب أدخلها عشان إيه؟ لأن هذا الإنسان له قيمة عند الله سبحانه وتعالى له قيمة ليش له قيمة؟ لأنه ما خلق السموات والأرض إلا له ولا إله إلا الله التي في صدره تزن السموات والأرض ودمه حرمته أشد حرمة من الكعبة هذا إنسان عظيم فأنت لما تسوي شيء بسيط أنت في نظرك بسيط هو بموازين الله سبحانه وتعالى مختلف تماما لما تدخل بهذه النظرة تختلف بنظرة أن يتعامل معك في سوق الذي يحسب تجارتي فيها هو الله سبحانه وتعالى أنا أرضيك لأرضي علام غيوب ترجمة نانسي قنقر